السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم اخوتي الرياس في فيديو جديد وفائدة جديدة ان شاء الله اليوم ان شاء الله سأعطيكم واحد الفيديو مميز للغاية وكانت من الكل يدور الهاتف دياله بالشكل عرضي باش يشوف بالطبط قاع هذ المصطلحات ان شاء الله اللي سنحاول نشرحهم لكم اللي هي شرح المصطلحات يستعملها الرياس غالبا في البحر يعني كانين بعض المصطلحات اللي ما كان قدرش نفهمها بسهولة يعني اليوم غا نحاول نعطيكم واحد العدد تقريبا للمصطلحات نحاول نشرحهم لكم التفصيل اضافة احتل لاخوة العرب لانهم غالبا كيتفرجوا في الفيديوهات ديالاخوة المغاربة ولكن ما كيفهموش بعض المصطلحات اليوم ان شاء الله فرصة كبيرة باش تفهمو ان شاء الله قاعد المصطلحات اذا على بركتي الله اول شيء غا نقصب لكم المصطلحات على ثلاثة الاقسم يعني مصطلحات لها على قبل بحر اضافة الى مصطلحات لها علاقة بالقصبة اضافة المصطلحات لها علاقة بسلوك الاسماك اذا على بركة الله اول مصطلح كنسمعوليه غالبا كتير هو الكوشطة الكوشطة الاخوان هو الشاطئ الرملي بكل بساطة يعني الشاطئ هو اللي كنقولوليه الكوشطة يعني ان حاول نمر اليوم مرور سريع لانه مصطلحات كتيرة وما بيتش نطول كتير في الفيديو هنعطيكم المختصر المفيد ان شاء الله اذا الموفيطة كنسمعوا كتير بالموفيطة او المنزلة تسمى ايضا المنزلة وهي عموما الجو السيء يعني الوقت اللي كيكون الجو السيء يعني غير صالح للصيد نهائيا نطلق عليه اسم الموفيطة او المنزلة يعني كين الرجمة الرجمة ايضا الاخوان هي البداية ديال المد يعني البحر كان في حالة جزر يعني بدأ كي يطلع الصعود دياله كنسميه الرجمة هذا مصطلح يستخدم كتيرا جدا وكين الطبالات طبالات الاخوان نفس شيء هو اقصى المد يعني البحر او الماء وقف كنقولوليه وقف الماء يعني هو الطبالات يعني وقت المد الكامل يعني واحد الوقت كي يكون البحر يعني هادي يعني وصل لحد الاقصى دياله ديال المد اذا انog with the 만 نتقل لهذه الجهة يعني كين السف السف هو المسرب يعني منطقة منطقة بالاحجار كتكون عامقة يعني كتكون مناسبة لمورور الاسماك يعني كيمشي ويجوف هاظ المناطق هي السف او المسرب يعني هنا المناطق كتكون مناسبة جدا للصيد خصوصا بالتسرب يعني من تسرب رأك تفهم يعني هذه المناطق مناسبة جدا يعني السف ولمناطق اللي كيكون محادية الحجر اللي كيكون عامقة لغيل لغيل الإخوان تنطق عليها كثير من أسماء أخرى يعني مات الكروشاج يعني تحشاف تقريبا حتى هو يعني هو إذا علقت صنرة بالصخر العموم أو اسمته بالربيع يعني بالأعشاب يعني هذا هو لغيل سواء صنرة سواء الرصاص نفس الشيء لقامة لقامة الإخوان هي طعوم طبيعية يعني كنقول لها أيضا اللقط أو اللقط يعني هي اللقامة يعني كل طعوم طبيعية اللي كتكون على السخور في مناطق الصيد فاش كنستدو منها السلطة عن مثالان فيها الديدان فيها أصداف البحر فيها الكروفيت أو الروبيان كلها كتسمى اللقامة هذا هو اللقامة كان الإخوان الدوران دياللماء الدوران دياللماء الإخوان هذا مناسب جدا للصيد ألا وهو الوقت البداية الجزر يعني المد كتام المد وبدا البحر كيرجع يعني هذا هو الدوران دياللماء هذي وقت مناسب جدا للصيد كان الإخوان الرسلاء الرسلاء هذه خطيرة أخص نتبه لها جميعا الإخوان الرسلاء هي تسلسل ديالأمواج يعني كتجوا هذ الوقت كيغفلنا البحر كيكون واحد تسلسل كبير ديالأمواج يعني قدرة تكون وقف على الرمال مثلا حتى تلقى راسك فتواني معدودة تلقى لما يوصل لك مثلا الخسر يعني بسرعة كبيرة جدا وهذه كنت تلقى عليها بأمازيغية بسراغن رهما عروفة يعني بسراغن هي الرسلاء هذه خطيرة وانتبه منها كثيرا خصوصا في فصل الشتاء إذن كين الحيفوف الحيفوف هالإخوان هو تسلسل ديالأحجار في وسط الماء يعني كتكون صخور قدرة تكون حادة يعني وعامقة هذا هو الحيفوف يعني كنصيده تحتوى مباشرة كمرمي الطعم هذا هو الحيفوف العوامة العوامة الإخوان عموما كتكون حجرة كبيرة مثلا كتكون وصل الماء يعني بعيدة علينا هذه هي العوامة يعني كنستعملوها بزاف كمرمي الاتجاه ديالها لأنه دائما كيحوم عليها السمك دائما كتكون وصل الماء كيكون منطقة ممتازة إضافة أنه خصوصا تتفادوها في الوقت ملي كمسكو بها السمك كبيرة كنحاولو دائما تتفادو هذه العوامات لأنها كتكون خطيرة في القطع ديالخيوط الكشكوشة الكشكوشة الإخوان هي المنطقة اللي كتكون عند تكسر الأمواج كتكون منطقة ضيضاء يعني غنية بالأكسجين هذه المنطقة بالطبط كتكون ممتازة للصيد الشرغو سواء بالبيلوتا سواء بالسراب سواء المهمة هذه منطقة ممتازة جدا للصيد إذا ننتقلوا الآن لمصطلحات اللي لها علاقة بالقصبة إخوان نراك نسرع شوية باش يلا نجيب لكم المصطلحات كاملة واللي ما عرف شي حاجة رايح طالينا في التعليقات يعني ما كان لنا شهنة وبغير يسولي لها احتفت تعليقات نجاوبوا عليها قدر المستطع إذا المستطعات اللي لها علاقة بالقصبة كين الفرشية الفرشية الإخوان هي العوامة أو الغماز يعني الفرشية هي اللي كنستعملو في الخيط هي كي الإخوة العرب كيقول العوامة أو الغماز يعني أرى معروفة كين تندر تندر الإخوان هو المدور ثلاتي يعني فيه ثلاثة ثلاثة الأجزاء هذا هو تندر يعني كين تحاط تحاط الإخوان ح ס restart هو ما يرم除ه طعم بالقصبة يعني كان يرسله طعم بالقصبة هذا هو تحاط كين الخرصي الخرص الإخوان هم الحلاقات الموجودة بالقصبة عموما يعني كلها أشحاط الخرصي فيها الخرصي هما الحلقات اللي يمر منهم الخيط يعني بكل اختصار تندر قلنا كين الصنابري السانابري هو الشبكة التي ستخرج بها الأسماك إذا كنا في القارب أو منطقة عميقة كي يكون قريب لنا الماء كنستعملها كنخرج بها السمك إذا كن كبير هذا هو السانابري هنا تلقيمة تلقيمة الإخوان كنت لقوا عليها أيضا الاسم ترقيعة يعني هي الخيط اللي كان نربط فيه السنارة دي فوق الصيد يعني هذا هو تلقيمة تلقيمة أو الترقيعة الخيط اللي كان نركب فيه السنارة كين السرنفة السرنفة الإخوان هي واحد العقدة خاصة كنديروها في الطعم يعني خصوصا في الديل للطعم ديال سمك السردين أو سمك الأسقومري كضيلا يعني إما لي كان بيقول نصفت الطعم كنديرو الشرنفة من نفس الخيط ديال الترقيعة كندرويه واحد لوياء وكندورو وكندخله في في الديل ديال الطعم كين اللدون اللدون الإخوان راهبين هو lista لبلوم كنقولوليlogo successor أو الرصص يعني تقل تقل باش كنصيدو هو لدن الاخوان كين تخبال تخبال هادا مشكل كبير كيعانه منه الرياض وما كي يحملوش نهائيا الا هو تشابك ديال الخيط يعني مليك يكون التشابك يعني غير قابل يحيله بسرعة هادا هو تخبال اذا الان المصطلحات اللي لها علاقة بسلوك الاسمك هذا مهم الاخوان حتى هو كين المحادية مع المحادية كنقول له عليها ايضا ضرب او تشنسين او لقيسان كي قاسك الحوت يعني المحادية هي الوقت اللي كي يكون اللي سمك مهتم بالطعم يعني كي بضي ضربه وكي قاسو يعني كي يضرب فيه هذا هو المحادية كين مثلا اه هزه الحوت يعني اشنه هو هزه الحوت يعني اله haven يعني الحوت السمك التقط الطعم اللي كي التقط طعام يعني هذا وهزه الحوت كين fitting dicen? شرغ ض Loly سمك ضاوي على العموة ليس غير شرغو يعني ضاوي يعني كنقولوها السمك اللي كيكون يعني زوين يعني يعني كبير في الحجم يعني ممتاز يعني بوزن جيد هذا هو سرغو ضاوي كان رد في الحوت رد في الحوت هو النطر ديال الخيط الأعلى فوق الإحساس بالطرب مثلا ووقت الإحساس بالمحادية يعني كان رده في الحوت يعني كان نطره الخيط بسرعة الأعلى هذا هو باش نرده في الحوت باش تمسك فيه صنارة بقوة السمسار السمسار أو السنسر كنقولو لي أو القرفوح هتا هو كله هو السمك الصغير على العمو السمك الصغيرة في أنواع كثيرة خصوصا أسمك شرغو صغيرة جدا أسمك الحداد أسمك الكحيلة أسمك البوري أسمك كثيرة جدا هي تعتبر كلها السمسر الفتاتة الفتاتة الإخوان هي الخبز اللي كنستعمله للصيد ديال البوري أسمك البوري كنستعمله الفتاتة يعني العموم هي الخبز خصوصا البريوش إذا كنتسمعوا البريوش اللي كيكون فيه شوية الحليب لأنه كيكون مطاطي وممتاز ما كيتفتتش بسرعة البيوضة البيوضة الإخوان كنقولو أيضا بوبيوض اللي كنتسمعتو بوبيوض أو البيوضة هي طعم البيضة عموما يعني أسمك يعني الكالامار أو السيبيا أو الأخطوبوت كلها البيوضة دخلها في البيوضة كين الفلق أو السرفاقة الفلق أو السرفاقة كنتقوها على نوعين من أنواع طعم للسردين كلها بالسردين الفلق هو من اللي كان نطعمه غيب اللحم فقط ديك اللحمة بوحدها بدون قشرة هذه كنقولو لها الفلق اللحم بوحدها السرفاقة الإخوان هي من اللي كان أخذوا نصف سردين وكان نفتحوها وكان نحيدو لها حتى العظم وكان خليوها كاملة صعينة بالجل ديالها كلها محلولة فتحها هذه كنتسمى السرفاقة كين الرش الرش أو المراغة أو الرشان أو يعني كنقولو لي أسمك كثيرة حتى الدكان كنقول لها الدكان هو الرش يعني من اللي كان نستخدمه الرمال مع البقية ديال السمك كنطحنوها مزيان وكان نرشوها في الجوانب في الحيفوف كيما قلنا أو في الحافة فقط أو في السف أيضا في المنطقة اللي فعل ما كذاك اللواد الصغير كان نرمي فيها الطعم ديالنا الرش يعني اللي كيجلب لنا الأسمك كنتمنى تكونوا استفدتم من هاد المصطلحات الإخوان واللي مفهمش مصطلح أو اللي ما عارف شي مصطلح أخر ما كانش هنا ممكن يساعدنا ويزيدوا لنا في التعليق باش يستفدوا الإخوة كاملين ونستفدوا معهم وشكرا جزيلا لكم على المتابعة يا أخواني الكرام وإلى فيديو آخر إن شاء الله بارك الله فيكم موسيقى